طيب خلينا اقول لك بقى ان فيه في مصر مطالبات اهو تعال اشوف معاه الخبر ده كده اهو يلا اذينا باشا مصر مطالبات بمنع معاقبة صحفيين بسبب صورة ام السيسي هتقول لي ايه يا عم احمد او انت مش عايف ان ابو الفتوح كان اخوان وطلع دلوقتي اه انشق عن الاخوان وبتاعه الكلام ده كله ولو نشاطه بس ده راجل يعني في الاخر برضو معارض بتكلمني عن الاخوان وبتاع بيتعمل فيهم كده فبالنسبة لدول انزل يا عم هتقول لي انا والله اكرمك بالنسبة لدول ده دول بقى عايزين يلمعه دول عايزين يعرضوا يا معلم دول عايزين يقولوا احنا بنعرض لك يا ريس بنعرض لك يا ريس ومعاك لحد الاخر وهم طلبوا ان هو يبقى الاخر وهم معاه في الاخر دول بقى معلم اقره اعلن صحفيون وشخصيات مصرية عما يوم السابت رفضهم معاقبة صحفيين بدار الهلال الحكومية مش اه جريدة معارضة ولا ولا اخوان ولا اي حاجة ده دار الهلال الحكومية على خلفية ازمة سورة ام الرئيس التي انفرض العرب الجديد بنشر تفاصيلها منذ فترة ازجرت تحقيقات بسبب تقريب نشر في احد اعداد مجلة الهلال الشهرية ضمن ملف عن رؤساء مصر احتوى على صورة غير حقيقية لوالدة عبدالفتاح السيسي اهو ده حال يبقى الراجل ده ولا بيرحم معارضين ولا بيرحم مؤيدين حتى اللي بيعرضوله خلاص يعني انت لو ناو تعرض والطبل وترقص وتغني لعبدالفتاح السيسي على حسب مزاجه هتحطوله صورة امه ام السيسي هتحط ام السيسي والله مش هينفع مفيش حاجة خالص عايز اقول كلام كتير بس تمش هينفع خلو